دي اريتريا فوق قدام حضراتكم وهذا السودان وهذا منطقة القدارف هذه المنطقة هي منطقة التجري دي منطقة التجري اقصى شمال شرق اتيوب اتيوبية هي قدام حضراتكم شمال شرق اتيوبية فوق دي المنطقة دي العاصمة قليم التجري ميكيلي ولا ميكيلي دي العاصمة الجنود التجري والمقاتلين كانوا موجودين في هذه المناطق الجبلية في هذه المنطقة قاموا بإعادة تنظيم وترتيب صفوفهم والنهاردة دخلوا إلى هذه المنطقة بعدما قابوا بترد القوات الإتيوبية اللي جاية من الأمهرة في الغرب واللي جاية من إريتريا هنا هاتلي خريطة الأقاليم من فضلك أبراهيم دي خريطة الأقاليم بس يناس بعرفة دي الخريطة اللي معنا بقالها من شهر 11 الخريطة دي معنا من شهر نوفمبر الماضي في نوفمبر الماضي بدأ يتحرك أبي أحمد بقواته صوب التجري للسيطرة عليها وإزالة الحكومة المحلية والتخلص من القادر العسكريين وبالفعل نجح أبي أحمد بالتعاون مع الأمهرة والأريتريين الأريتريا جاي من فوق قدام حالكم بالأسهم والأمهرة من تحت عملوا إخليم التجري اللي هو بالأورنج دوت عملوه وكأنه سندوتش يعني يعني الأريتريا القوات من فوق وقوات الأمهرة هنا فبين فكاي الراحة أو بين فكاي الأسد الأمهرة من الجنوب وقوات أريتريا من الشمال وفعلوا هنا الأفعيل هذه المنطقة العالم كله بتكلم عليها ما يجري في إقليم التجري العالم كله بيتحدث عن ما يجري من عمليات تضخير عرقي واقتصاب جماعي في هذه المنطقة النهاردة الجديد النهاردة وهنا نتكلم يوم 28 يونيو بيقول أنه هذا اليوم هو اليوم اللي أعلنت فيه جابة التجري عودتها مرة أخرى إلى الإقليم بعدما كانت مختبئة في الجبال والوديان والغابات وبتعود مرة أخرى لتعيد السيطرة على العاصمة بعدما قامت بطرد القوات الأمهرية أو القوات الإلكرية وقاتلت منهم الألاف زي ما قال دي الخريطة اللي معنا من شهر نوفمبر الماضي بعدما وقعت أحداث إقليم التجري معرفش عندك أبراهيم الفيديوهات طيب خلاص يعني إحنا وإحنا بنتكلم في الحلقة لو فيه جديد هنتواصل يعني مع الأطراف المعنية اللي صعبة جدا التواصل في التجري قدامنا يعني ده ده خليم التجري وخلاص دي القوات القوات سيطرت على العاصمة وسيطرت على المداخل والمخارج وسيطرت والناس أهو الشباب بيحتفلوا بعودة قواتهم وبيحتفلوا بطرد القوات الإثيوبية قوات أبي أحمد والقوات والميليشيات المتحالفة معها طبعا ده مش معناه أنه المعركة انتهت ده معناه أنه الحرب مستمرة يعني أبي أحمد أعلن الانتصار يعني يا أبي أحمد هو بيقول الانتصار وبيقول انتصارنا وأنهينا على أرقية التجري وأنهينا التمرد وعادة إثيوبيا معحدة النهاردة أهو النهاردة بيتكلم بيتكلم النهاردة بيقول أنه كل ما كان بيقوله أبي أحمد غير صحيح وأنه ما يجري الآن هو احتفالات عكسية كان أبي أحمد بيحتفل بالقضاء على التجري النهاردة التجري بيحتفل وبي طرد أبي أحمد لكن هل انتهى الأمر يعني هل أصبحت إثيوبيا على بعد هذا الموقف في حالة استقرار وانتهى الأمر لا إثيوبيا على صفحيح الساخن مبارح كنت بكلم المواطن إثيوبي بقوله أبي أحمد بيلعب بالنار الحكومة بتاعتك بتلعب بالنار كنت بتكلم على صد النهضة بس مش بيلعبوا بالنار في صد النهضة ولا بيلعبوا بالنار في التجري ولا بيلعبوا بالنار على الحدود السودانية في منطقة القضارف والفشقة الكبرى والصغرى ولا بيلعبوا بالنار في الحدودهم مع كينيا ومع الصومال لا اللي بيحصل نبي أحمد يعني بيقوم بعملية بعملية التصرف بعشوائية وبغباء شديد في منطقة ظنه أنه هو يستطيع أن يملكها وتملكها بنفسه ترجمة نانسي قنقر